السلام عليكم درسنا عن الأسرة في الإسلام مفهوم الأسرة الأسرة هي الوحدة والركيزة الأساسية في المجتمع المسلم المجتمع المسلم عبارة عن أسر الأسر بتكون إيه؟ مجتمع فهي الركيزة الأساسية في المجتمع المسلم لتنشئة الأفراد وتنمية المجتمع وتتكون من أفراد مرتبطين بعلاقات قراب الأسرة بتتكون من أفراد مرتبطين بعلاقات قراب بيننا وبين بعض قراب القرابة دي إما عن طريق النسب يعني والدي والدتي أخويا أختي عمي عمتي دولا نسموهم عن طريق النسب أو الزواج إن واحد تزوج من عيلة فبقت دي حماته وده بأنسيبه وده أخو مراته دي بتبقى قرابة عن طريق الزواج كما أنها تحظى بمكانة عالية في الإسلام الأسرة لها مكانة عالية أو في الإسلام لأن هي البيئة اللي بيتعلم فيها الإنسان المبادئ والقيم والدين الأسرة بتاعتك هي اللي بتعلمك كل حاجة هي اللي بتعلمك المبادئ وتعلمك الأخلاق والقيم تعلمك الدين الحلال والحرام أنت بتتعلم الصلاة من والدتك أو من والدك وأنت صغير بتشوفه بيصلي فأنت بتصلي وبتقلد الحركات مع أنك ما تعرفش يعني إيه الحركات ولكن أنت بتقلده فتطلع تلقيك مرتبط من مسألة الصلاة فأنت كده بتتعلم منين من الأسرة أنت تعلمت الأخلاق تعلمت الصدق من والدك ومن والدتك وممكن أنت تتعلم الكذب برضو منهم يبقى الأسرة هي المعلم الأول يعني قبل ما أنت تروح المدرسة وأنت عندك سن ست سنوات أنت في خلال الست سنوات الأولين دولا أنت تعلمت في مدرسة وهي مدرسة الأسرة الوالد والوالدة والأخ والأخت العيلة بتاعتك كلها دولا علموك علموك مبادئ علموك قيم علموك الدين والدتك لما لقيتك بتعمل شيء قالت لك ده حلال أو ده حرام يبقى كل ده من أهمية الأسرة في الإسلام وهي صلة الرحم الأولى التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان ويسعى لتقوية علاقته بها صلة الرحم الأولى اللي هم الأقارب بتوعك على رأس الصلة الرحم الأولى الوالدين وبعد كده الإخوات وبعد كده الإعمام وبقيت العيلة بتاعتك فأولى الناس بخير الإنسان هم الوالدان أولى الناس إن الخير بتاعتك يكون وصلهم هم مين هم الوالدان وأفراد أسرتك اللي هم أسرتك اللي أنت نشأت فيها وبقدر تماسك أفراد الأسرة والطراح بينهم بقدر تماسك المجتمع وقوة بناء الوطن على قدر أن الأسر متماسكة بيكون المجتمع متماسك والوطن بيبنى بقوة الأسر زي ما أنا قلت لك في بداية الدرس المجتمع بيتكون من أسر فطول ما الأسر دي متماسكة وقوية والوطن نقدر أن نبنيه علشان فيه تماسك لمين للأسر لذا فقد حرص الإسلام على توصية أفراد الأسر جميعا بالمحبة والطبع الله تبارك وتعالى يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك ماذا ينفقون يعني بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النفقة الإنفاق قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين يعني أولى النفقة وأحسن نفقا تتنفق على والدك والدتك والأقربين اللي هم علدك فدي دعوة للمحبة والطراح بين أفراد الأسرة ايه هي اهمية الاسرة تتمحور اهمية الاسرة في تربية اخلاق الانسان وبناء شخصيته لكي يكون قادرا على تحمل مسئولية ادواره في الحياة والالتزام بواجباته انت بتتبنى في الاسرة بتاعتك علشان لما توصل لوقت ان انت تتحمل مسئولية مسئولية ان انت تبدأ تعمل اسرة في الاسلام وفي المجتمع فتقدر في الحالة دي ان انت تقوم بالضور بتاعك فده اهمية مين اهمية الاسرة شوف معايا رحمة الانبياء باسرهم سيدنا ابراهيم عليه السلام خاطب اباه برحمة وادب عندما كان يدعوه لعبادة الله تعالى سيدنا ابراهيم كان والده مشرك بالله سبحانه وتعالى فسيدنا ابراهيم جاء يدعوه الى عبادة الله سبحانه وتعالى فبيدعوه ازاي برفق وبلين وبرحمة قال تعالى يا ابات اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا شوف كلمة يا ابتي فيها رفق فيها تودد الى والده في رحمة منه الولده اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا شوف الكلمات اللي ذكرت في الاية تجد فيها كلها رفق ما فيش فيها اي شدة خالص سيدنا نوح عليه السلام ناصح ابنه برحمة ليدعوه للركوب معه في السفينة ليكون من المهتدين لما الطفان بدأ ابن سيدنا نوح مرضاش يركب مع والده فين في السفينة واطلع على جبل علشان مفكر ان الجبل ده هيعصمه من الماء ما يوصلوش ماء وما هيغرأش فسيدنا نوح بيدعوه بيقوله انه يركب معاه في السفينة وبيدعوه برحمة قال تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين بيدعوه برحمة وبرفق وبلين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اركب معنا في السفينة وما تكونش مع مين مع الكافرين المهلكين انما كن مع المهتدين يبقى الأسرة هي الوحدة والركيزة الأساسية في المجتمع المسلم والمجتمع المسلم بيتكون من إيه؟ من أسرة الأسرة بتعمل تنشيئة الأفراد وتنمية المجتمع والأسرة بتتكون من أفراد مرتبطين بعلاقات العلاقات دي بتكون عن طريق النسب أو عن طريق الزواج ولها مكانة عالية أو في الإسلام لأن هي المدرسة الأولى اللي بيتعلم الإنسان فيها المبادئ والقيم والدين والأسرة هي صلة الرحم الأولى اللي إحنا بنحافظ عليها ولا ربنا تبارك وتعالى أوصى به أولى الناس بخير الإنسان الوالدان أفراد الأسرة بتوعك كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الأسرة لا أهمية كبيرة أن يبت ربي أخلاق المسلم وتبني الشخصية بتاعته الأنبياء والرسل ضربوا أعظم أمثلة في الرحمة بأسرهم سيدنا إبراهيم لما خاطب أباه وبيدعو إلى عبادة الله قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا سيدنا نوح لما بيقول ابنه يركب معه في السفينة علشان ينجو ويهتدي قال يا بني أركب معنا ولا تكم مع الكافرين أظهر القرآن الكريم عظم خدر الأسرة حيث أوصى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين لأنهما أساس الأسرة أساس الأسرة بتوعك هما الوالدين الأب والأم قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يبأ أساس الأسرة هما الأب والأم الوالدين أوصى الله تبارك وتعالى ببر الوالدين في كثير من آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآية اللي في الدرس مشهورة جدا في بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان البر بيكون فين إما يبلغن عندك الكبر لما بوصل للكبر في الوقت ده بيكون البر بيكون البر إنما لو الوالد والوالدة وهم صغيرين في السن وهم شباب ما بقوش محتاجين لك قوي غير ما يوصلوا إيه عند الكبر شوف الآية إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف إيه السبب لأن لما الأب والأم بيكبروا في السن بيكون في درجة إلحاح بيكون الإبن ده ابنهم ده كبر معاكش بتحمل الكلام بتاعهم فلازم تقاوم نفسك فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما ما تقول لهمش أف كلما والدتك تجي تطلب منك طلب إن أنت تقول لها أف أف دي كلمة معناها إننا زهقان من اللي أنت بتقوله إننا مش عاوز الأمر اللي أنت بتؤمرني به ولا تنهرهما يعني أنت ما تعاتبهمش وأن أنت تتكلمهم بأسلوب وحش وقل لهما قولا كريما يعني كرمهم علشان هما كرموك وإنت صغير وهم كانوا في وقت الشدة وفي وقت القوة فأنت بترد لهم الأمر ده إنهم عندما يصلوا للكبر أنت كن رحيم ورفيق بهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وأن يكون رحم بهم وأن أنت تدعو الله تبارك وتعالى لهم سواء كانوا هما عيشين أو لما يموت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ده وهم عيشين يعني ولدك ولدتك عيشين تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أو لو ولدك أو ولدتك توفى وإنت تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نبدأ في الكلام عن حقوق واجبات الأسرة في الإسلام في حقوق الوالدين على الأبناء أول حاجة احترام الوالدين وطاعتهما في الأمور التي لا تخالف تعاليم الدي أنا من حق والدي ووالدتي علي إن أنا احترمهم وإن أنا أطعهم طاعة دي ربنا تبارك وتعالى ما جعلهاش طاعة مفتوحة إنما لو كان في أمر يخالف الدين ففي الحالة دي ما طعهمش إن أب أو أم قالك ما تصليش في الحالة دي ما طعوش لو أب أو أم أمر ابنه إن هو يسرى هل يطع ويقول ده كده من طاعة الوالدين لا طبعا في الأمور التي لا تخالف تعاليم الدي تقديم الرعاية للوالدين عندما يتقدمان في العمر إما يبلغان عندك الكبر لما بيتقدم الاثنين في العمر إنت محتاج أن ترعاهم وأن تكون قائم على الرعاية بتاعتهم الدعاء للوالدين بالخير والصحة والمغفرة وقل رب رحمهما كما ربان صغيرا الدعاء لهم اللهم مغفر لهم اللهم مرحمهم اللهم عافهم وعافعانهم كل دي أدعية أنت ممكن تقولها والوالدين عايشين عادي الدعاء بالرحمة والمغفرة ما بتكونش للأموات وفقط إنها بتكون للأحياء والأموات تقديم العون للوالدين في الأعمال المنزلية والشؤون الحياتية إن أنا ساعد والدي أو ساعد والدتي في الأمور الحياتية اللي إحنا عايشينها وفي الأعمال المنزلية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود اللي بيسأله بقول له يا رسول الله أي العمل أحبه إلى الله تعالى إيه العمل اللي ربنا تبارك وتعالى بيحبه قال الصلاة على وقتها يعني أن أنت تصلي أول ما الأذان يأذ والوقت ييجي بتاع الصلاة قال ثم أي يعني إيه اللي بعد الصلاة على وقتها قال صلى الله عليه وسلم ثم بروا الوالدين يعني أنت تبروا الوالدين ده بعد الصلاة على طول على وقتها قال سيدنا عبد الله بن مسعود ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أنت تجاهد في سبيل الله قال سيدنا عبد الله بن مسعود حدثني بهن ولو استزدته لزادني يعني لو فضلت تسأله ثم أي كان هيقول بعد كده ثم أي كان بعد كده هيقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حقوق الوالدين على الأبناء احترام وطاعة الوالدين في الأمور التي لا تخالف تعاليم الدين تقديم الرعاية للوالدين عندما يتقدمان في العمر الدعاء للوالدين بالخير والصحة والمغفرة في حياة الوالدين وعندما ماتهما تقديم العون للوالدين في الأعمال المنزلية والشؤون الحياتي زي ما في حقوق الوالدين على الأبناء في واجبات للوالدين تجاه الأبناء إيه هي الحقوق والواجبات دي؟ توفير الحاجات الأساسية للأبناء وحمايتهم إنه يوفر لك العيشة والنفقة وإنه يوفر لك الحاجات الأساسية تعليم الأبناء الأخلاق الحميدة والقيام الإسلامية أنت تعلم ابنك الأخلاق الحسنة أنت تعلمه الصدق تعلمه الأمانة تعلمه الحياة كل دي أخلاق أنت بتعلمها له تقديم الحب والدعم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم أنت بتظهر الحب والدعم النفسي والمعنوي لمين لأبنائك وده بيخلي ثقتهم بأنفسهم بيكون قوية معاملة الأبناء بالعدل وعدم التمييز بينهم أنت بتعدل بين أبنائك في الإنفاق في الفلوس أنت بتعدل بينهم في المعاملة وده نقطة مهمة جدا عشان بتخلي الأولاد يفضلوا يحبوا بعض إنما لو حصل تمييز الأب بميز واحد عن واحد أبناء يطلعوا يكرهوا بعض وده موجود قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم يعني اتقوا الله يعني خافهم من ربنا سبحانه وتعالى واعدلوا بين أولادكم اعدلوا بينهم في المعاملة والإنفاق وغيره ليه؟ علشان أولادك يطلعوا يحبوا بعض ويكونوا مترابطين تكون أسرة متماسكة يبقى واجب الوالدين تجاه الأبناء توفير الحاجات الأساسية للأبناء وحمايتهم تعليم الأبناء الأخلاق الحسنة والقيم الإسلامية تقديم الحب والدعم المعنوي وتعزيل ثقة بأنفسهم معاملة الأبناء بالعدل وعدم التمييز بينهم نشاط رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين الأسرة هي البيئة الأولى والأهم التي يتعلم فيها الإنسان صلة الرحم الأولى التي يجب أن يحافظ عليها جميع ما سبق جميع ما سبق أولى الناس بخير الإنسان هم الأصدقاء الجيران الوالدان الوالدان من واجبات الأبناء تجاه الأباء العدل وعدم التمييز بينهم احتراموهما وطاعتهما تعليموهم الأخلاق احتراموهما وطاعتهما نشاط رقم اتنين ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحية الطاعة للوالدين مطلقة بلا حدود الإجابة خاطئة الطاعة بتكون في الأمور التي لا تخالف تعاليم الدين بر الوالدين من طاعة الله جل وعلا الإجابة الصحيحة وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الأعمال المنزلية من اختصاص أمي فقط الإجابة خاطئة وإنما يكون فيه مشاركة في الأسرة أشتهت في الدراسة لأدخل السعادة على قلبي والدي وهذا من البر بهما الإجابة الصحيحة أكذب على والدي في بعض الأشياء البسيطة التي لا تضر الإجابة خاطئة نشاط رقم ثلاثة ابحث في مصحفك عن آيات ذكر فيها بر الوالدين واكتب ثلاثا منها أول آية موجودة معنا في الدرس وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في صورة الإسراء في عندي في صورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الآية رقم خمستاشق وعندي الآية الثالثة في صورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير في صورة لقمان الآية رقم 14 إن شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته